نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي على موقع يلا كورة وازمالتنا العزيزة النورهان طمان اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في كافة الصحف والمواقع وبالمناسبة هكون كمان لها لقاء مع الأستاذة مننا عمر الصحفية بموقع يلا كورة صباح الفل عليك وصباح الفل على ضفتك العزيزة تفضلي يا صباح الخير يا كريم وصباح الخير يا نهواند وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان احنا هنا زي ما قلت يا كريم من مقر موقع يلا كورة ومعنا الناقضة الرياضية من عمر للتعليق على منشتاتنا زي ما عودناكم يعني هنقول لكم منشتات الصادرة صباح اليوم في معظم المواقع والصحف الرياضية وأول خبر معنا من موقع يلا كورة طبيب منتخب مصر أشعة السلية مطمئنة وسيتواجد في الوقت المناسب أما تاني منشت معنا فمن جريدة الشروق اليوم قرعة كأس الربطة بحضور نجوم الرياضة ومن الرياضية السعودية كورونا يداهم ميسي أما آخر منشت معنا من جريدة الشرق الأوسط قامة تشيلسي وليفربول تنتهي بتعادل في مصلحة سيتي وتخلي يعاقب لوكاكو بالاستبعد طبعا معنا النقدة الرياضية من عمر برحب بيكي معنا في شاشة قناة النادي الأهلي صباح الخير عليك يا نورهين صباح الخير عليك ريمونا هواند في الستوديو صباح الخير عليكم المتابعة قناة النادي الأهلي يكون سعيدة طبعا معاك لأنه أي عنصر نسائي في الرياضة بيسعدني الحقيقة منا في أول خبر معنا منا موقع يلا كورا طبعا عن السولية وآخر تطوراته الطبية كابتن يعني مستر كارلوس كيروش مبارح في المؤتمر الصحفي تكلم عن عمر السولية تعليقك على طبعا عودة اللاعب وأداءه في الفترة الأخيرة زي ما كلنا تبعنا فعلا مبارح كيروش تكلم بشكل كويس جدا عن عمر السولية أول ما بدأ كلامه قال قائد منتخبنا في كأس العرب فكون هو يبرز دي في أول تعليق على السولية فده معناه أنه بيصق فيه جدا السولية من العناصر اللي قدرت أن هي تساعد نفسها الفترة الأخيرة جدا سواء مع الأهلي سواء مع المنتخب إن شاء الله بإذن المنتظرين أنه يرجع بالسلامة زي ما قال كارلوس كيروش مبارح بس غالبا زي ما عرفنا برضو أنه هو مش حيال حق المطش الأول نيجيريا يوم 11 إن شاء الله يبقى متواجد في مطش غينيا بيساو يوم 15 كيروش كمان مش تكلم على السولية بس بشكل جيد تتكلم كمان على بعض العناصر من النادي الأهلي زي محمد الشيناوي زي أكرام توفيق زي حمدي فاتحي زي باقي العناصر سواء من النادي الأهلي أو العناصر المندمة قائمة المنتخب واعتبر إن هما دول اللي هيبنوا القوام الأساسي بتاعه في الفترة الجاية وإن هو بيسق فيهم جدا أن هم يقدروا يبقوا أو يعتمد عليهم في كاس الأمم الأفريقية إن شاء الله طيب تاني خبر معنا عن قرعة كأس الربطة ودي بطولة مستحدثة داخل مصر إحنا طبعا بنشوف في الدوري الإنجليزي والدوريات الأوروبية يعني توقعاتك هل هننجح أن إحنا نبقى زيهم؟ بس الحقيقة الربطة من ساعة ما بدأت وهو هم عاملين شغل هايل جدا فيه نظام فيه موعيد إحنا ملتزمين بيها موعيد جدول دوري ملتزمين بيها طبعا بخلاف الاستثناءات اللي بتحصل في كل العالم فكرة برضو إنه إحنا في فترة التوقف بتاعت المنتخب للمشاركة في كاس الأمم الأفريقية إن إحنا نشتغل على كاس الرابطة أو نعمل بطولة للأندية تستفيد بيها بحيث إنه لما يرجعوا على الدوري بعد كده ما يبقاش فيه أو ما نتكلمش على إن اللي عيبة بقالها فترة ما اتمرانتش اللي عيبة بقالها فترة ما عندهاش حساسية المباراة الحاجات دي فأنا أعتقد إن توقيت البطولة هيبقى لطيف جدا أعتقد الأندية كلها كمان إسرار الربطة إن الأندية كلها تشارك ما تعملش استثناءات إنه فريق يشارك أو فريق لا أعتقد إنه هيطفي على البطولة قوة تطبيق كمان تقنية الفيديو تواجد الجماهير كل ده أعتقد إنه هيطلع البطولة بشكل لطيف جدا زي ما قلت إن القرع النهاردة إن شاء الله الدهر ساعة تنين والنظام بتاع البطولة هيبقى ثلاث مجموعات كل مجموعة فيها ست فرق وعلى رأس المجموعات دي الأهلي والزمالك وبيرامدز هيتأهل أول المجموعات وأفضل تاني دول هيلعبوا السميفاين طيب كورونا يداهم ميسي طبعا خبر حزين على كل عشاء النجم الأرجنتيني ومش ميسي بس يعني شفنا أسماء كتير جدا في يعني أوروبا هل كورونا رجع تاني يهدد الكرة العالمية؟ دي حقيقة يا نورهين وزي ما كمان انتي قلت هو مش ميسي بس فيه ثلاث لعيبة تانية في باريس ومش باريس بس زي ما احنا متابعين كلنا في إنجلترا الأمور بدأت تسوق عندي كتير تأجل لها مباريات مبارح ما شوفناش كلوب كان في المباراة طبعا لأنه كان كورونا أليسون بيكر فرمينيو لعيبة كتير بالزبط لعيبة كتير رجالها وفرق تانية كمان كورونا بالزبط وكورونا كان من أسباب كمان تراجع تشيلسي في 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 البريمير ليج الموسم ده ومش برضو مش في إنجلترا بس لا في كمان في إيطاليا في في ألمانيا شوفنا في باير ميونيخ فأعتقد الأمور الفترة الجاية لو ما حصلش كنترول أعتقد أن هي ممكن نرجع تاني نشوف إجراءات احترازية أكتر نرجع تاني نشوف تقليل ساعة الجماهير في الملاعب الحاجات دي كلها طيب أخيرا بقى مباراة ليفربول وتشيلسي وقم يعني شوفنا نارية مبارح اتنين اتنين ومحمد صلاح طبعا يعني التقلق في المباراة ولكن للأسف طبعا التعادل كان في المنشاة المعانا بيقول أنه في مصلحة منشاستر سيتي أنا عارفة أنت بتحبي منشاستر سيتي فأنت شايفة أنه تعادل فعلا في مصلحة بيب جورديولا دي حقيقة تعادل الفرقتين أو تعصر الفرقتين في مصلحة سيتي الفرق بعشر نقاط ما بين سيتي وما بين تشيلسي وحداشر مع ليفربول بس ده مش معناه إن خلاص البريمير ليج انتهى أو اللقب اتحسن احنا بنشوف بريمير ليج بنشوف المنافسة لحد آخر جولة حد آخر دقيقة في الموتش الأخير في الجولة الأخيرة فده مش معناه كده خالص زي ما اتكلمنا لسه من شوية قلنا في كورونا في إنجلترا فهي زي ما قصرت على تشيلسي وليفربول هيجي الدور على سيتي هيجي الدور على بقية الفرق كلها فأكيد هيحصل دروب أكيد هيحصل فيه تغيير أو شألابة زي ما احنا بنقول في جدوى للدوري فلسه بدري جدا إن احنا نحكم على ده بس طبعا التعدل ما بين الفرقتين طبعا طبعا خدم سيتي جدا دي كانت أبرز منشتتتنا وتعليق طبعا النقدة الرياضية من عمر من موقع يلا كورا شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو احنا بنشكر جزيلا شكرا زمانتنا العزيزة النورهان طمان تحياتنا ليكي وتحياتنا لضفتك الوسازة من عمر الصحفية بموقع يلا كورا اشتركوا في القناة